بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين اليوم جابت لكم وجبة صحية 100% لذيذة 200% سهلة يعني مو صعبة الحين حتشوفون محشي مثل اي محشي وسلطة مغذية وهذا باللبن قرع أصفر البامكن او اي نوع قرع ثاني اصفر الامريكي اي نوع قرع يمشي هذا محشي السلق عملته طريقة زي سمبوسة مثلثات وتغيير عن العادي اللي ما يقدر يعملوا يعملوا اصابيع عادية يلفوا زي ورق العنب بس ترى الحين الطريقة عملتها قدامكم حتشوفونها سهلة بالمرة هذا القرع اللي باللبن للامانة ما ينشبع منه بالله ما ينشبع منه ومحشي السلق أنا اعتبره من ألذ أنواع المحشي لذيذ الورق يذوب في الفم وفيه حموضة شوية وزيت الزيتون وذايب بالمرة لذيذ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كانت واجبة رائعة واجبة صحية سهلة أكيد اللي ما يقدر يعمل الاثنين مع بعض يعمل واحد اعملوا بس هذا القرع باللبن مع الرز أو اعملوا بس المحشي يعني مو ضروري تقولون انت تعملين أكل كثير أنا والله قاعد أعلمكم أنا أتعب بس عشان أعلمكم والله أبغى فيدكم اللي عنده مناسبة اللي عنده مشاريع أكل شايفين يذوب في الفم المحشي لذيذ بالمرة والسلطة مغذية فيها حمص بعد ويعني ما شاء الله كله مفيد وهالأيام تعرفون مع الحاضر الواحد قاعد في البيت يطبخ هذا هو ورق السلق ورق السلق مثل السبانخ بس عريض وطويل معروف هذه المقادير الرز مصري وبصل وطماطم للمحشي وكله نشوفه الحين مع بعض كبشروا المقادير وخلوها عندكم هذا هي المقادير كاملة مكملة هذا ورق السلق ربطهم مع بعض بعدما غسلناهم كده ربطناهم نسقطهم في موية مغلية يدوب نسقطهم دقيقة دقيقتين ونشيلهم ما يذوبون على طول إحنا لما نشيلهم ونحطهم في المصفاية حيكملون سوا ما نبغاهم يذبلون ترى زي كده شايفين نشيلنا حزمة حزمة بها الطريقة ونحطها في المصفاية لما يبردون الحين نسخن زيت زيتون أو زيت عادي نقلب البصل لما يبتدي ياخذ لون نحط الرز المصري مغسول مش منقوع نقلب ويتشرب نحط الطماطم نحط عصير ليمون نحط فلف الأخضر وحار الابهارات كلها مكتوبة عندكم والملح نقلبهم تمام تمام نغطيهم شوية طماطم الذوب نشيل الغطاء نحطهم في وعاء يبردون بعد ما يبردون نحط لهم البقدونس والشبت والكزبرة الخضرة ونعناع يابس ونقلبهم حشوة مميزة ما تتخيلون قديش لذيذة الحين نجيب الورق أنا ترى أحيانا ما لاقي هالورق الكبير أعمل ورقتين صغار جنب بعض ونفس الشي يصير أبدا ما يختلف نشيل الأول شي العود اللي في الوسط بعدين شايفين نرتبهم ونحشيهم مثل ما نحشي ورق السمبوسة ببضط ما في أسهل منه بالعكس هذا الورق السلق أسهل في اللف أسهل من السمبوسة لأنه لين مثل ما نعمل فيه يعني ما يتعبنا أبدا ولا يتكسر ولا شي زي ورق السمبوسة شايفين زي كذا كأنها سمبوسة نتخيلها من ألب المحاشي لا يفوتكم اعملوا يعني اللي ما تقدر تعمل السمبوسة تعملوا قادي زي ورق العنب أو بس أصابع طويلة هذا واحدة ثانية شايفين عشان ما تقولون صعبة مرة ترى سهلة نحط الملعقة هنا مليانة ملعقة مليانة من الحشوة ننلفها زي كذا نحاول الجوانب ندخلها عشان ما يطلع الرز وقت الطبع طبعا الرز لما حطيت له الطماطم حطيت له ترى نصفه بموية وغطيناه يشرب الموية فالرز يعني شوية مستسوي مو كثير هو هيكمل سوا الحين في القدر زي كذا شايفينها كأنكم عاملين سمبوسة ونرتبهم أنا والله يطول في هالخطوة عشان أوريكم بالضبط إنها مرة سهلة والكل يقدر يعملها ترى وسريعة إيدكم تمشي عليها سريعة مرة بس أنا قاعدة بشويش مبطأ الفيديو في هالخطوة عشان أنتو تستفيدون طبعا أول ما تعملونها حكون شوية عليكم بطيء بعدين إيدكم تمشي تعملون القدر في دقايق والله شايفين حين هذا عاد بالسرعة ها سريعة عشان أوريكم إنه بالسرعة كيف عملناها وخلص الحين في قدر نحط طماطم وبصل مقطع رياش ونحط ورق المحشي كذا واحدة فوق الثانية واحدة فوق الثانية عشان ما ينفتحون زي كذا لما يتعبى القدر بس طماطم وبصل رياش في قاع القدر ما نحط زيت ولا شيء بعدين هنحط له زيت ولا بهارات بعد ما يتملل قدر نعمل الصوس موية ليمون زيت زيتون ملح بس ما فيها ولا شيء ثاني اللي يحب يحط شوية بسرمان أنا ما حطيت حبيت لونه يكون حلو الليمون يعطي حموضة يعني هف طبخة خليها كذا الحين نصب عليها هذا الخليط ونحط صحنة نحط الصحن فوق وعاء في موية عشان نصير فقيل يبغالوا ساعة على النار ساعة ساعة وربع أول شيء عشر دقائق نار قوية بعدين نار واطية ونقلبه الحين القرع هذا القرع قطعناه بقدونس مكسرات بهارات نشا بيضة لبن لحمة مفرومة زبادي اللي هو اللبن وبصل هذا المقادير وبرضو حتكون مكتوبة عندكم وثوم هذا المقادير مكتوبة كاملة مكملة كبشروها الحين عشان ما تنسون يعني واضحة والله مرة واضحة دائما نقولون وين المقادير نسخن زيت في وعاء في مقلاية ونقلي القرع نشيله على منشفة هذا اللون اللي لازم يكون شايفين بعدين بعد ما نخلص من الجميع نغلي موية في قدر حميق ونحط القرع نخلي يسوي في الموية أول شيء حيتخلص من الزيت الزايد وبعدين اللون الغامق وحيسوي لانو بعدين مع اللبن ترى ما يسوي تمام تمام لما يسوي نشيله ونحطه في مصفايا عبار ما نعمل اللحمة شايفين بس ما تخلونا يذوب نصاخن شوية الزيت نقلب البصل يذبل نقلب اللحمة لما تنشف تنشف تمام تمام نحط لها البهارات حقتنا كلها مكتوبة عندكم زنجبيل بودرة وبهارات وسبع بهارات نحط لها حوالي ثلثين كوب موية نخليها تغلي ونغطيها على نار صغيرة شوية تسبك اللحمة نعمل اللبن نذوب النشا في الموية نحط اللبن الزبادي في الخلاط نحط له النشا اللي ذوبناه نحط بيضة اللي ما يبغى بيضة ما يحط بس البيضة لها دور تعطي قوام نحط الملح ونخلطهم تمام تمام موية يسمك مو كثير الحين عندي اللحمة تسبكة تصفيها تمام وأعصر عليها أخلي كل الموية اللي فيها تطلع الموية ما كوبها الموية حطها لللبن كلها بهارات وكلها طعم اللبن وريحة اللبن كله في اللحمة يصير اللبن مرة طعمه حلو الحين أحط له القرع أخليه يطبخ شوية يتسبك السلطة هذا الملفوف الأحمر وحمص مسلوق وجزر وزيز زيتون ودبس رمان وبقدونس وليمون وملح وفلف الأسود اللي يحب شايفين كيف نقطع السلطة لازم تكون رفيع قد ما تقدرون سكينة حادة مو مسننة بعدين نحط الملفوف الأحمر ونحط له ليمون ونحط له ملح نخليه شوية يذبل نفرقه بإيدنا يذبل بعدين نخلط معه الجزر والحمص والبقدونس وباقي المواد بزيت الزيتون وباقي الليمون ودبس الرمان نقلبه ونغرفه لما نغرف القرع نحط له لحمة مخرومة ونكسرات وهذا زي الناب هذه الفاكهة البيربيري وبس والف عافية لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب اشتركوا في القناة